بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي الطلاب معكم الصيدلاني محمد جواد مؤلف كتاب المدسينس ومقدم حلقات في منصة اليوتيوب رح أكون وياكم إن شاء الله في هذا الكورس شرح مادة الكلينكال كيميسري لطلبة كلية الصيدلة الكورس الأول بدايتنا رح تكون في محاضرة رقم واحد عنوانها الكاربوهايدريت ميتابوليزم رح نحاول قدر الإمكان ونركز على النقاط المهمة والأساسية وأحتاج من عندك تفهم قبل أن تحفظ مادة الكلينكال كيميسري إذا تحفظها بدون فهم ما رح تقدر الجاوب بالامتحان أي المادة يحتاج تفهم بعد ذلك تحفظ الإسلايد والإسلايد هو أوريد رح يصير حفظة عليك سهل محاضرتنا لهذا اليوم رح نقسمها إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول بيزيك انفورميشن شون الكاربوهايدريت شون الكلوكوز شون تتم عملية تنظيم الكلوكوز بالجسم البارت الثاني رح يكون عن موضوع جدا مهم وأساسي اللي هو الكيتوسيز هذا لازم تفهمه قبل لتحفظه شرط أساسي لازم تفهم قبل لتحفظ والموضوع الثالث أو البارت الثالث رح يكون عنوانه الأمراض ورح نأخذ مرض السكري ونفرح شون أنواعها شون دي يصير شون مسبباتها وإلى آخر كبايزيك انفورميشن كمعلومة أساسية كنا نعرف أنه الجلوكوز يعتبر هو المصدر الأول والأساسي للطاقة أو بما يسمى بوقود الجسم على اعتبار أنه الجسم يقول آني بالنسبة إلي أبسط الجزيئات حتى أنطيك طاقة يحتاج أنه آني أسوي أكسر أبسط الجزيئات وأبسط الجزيئات اللي آني عندي إمكانية أنه أكسرها وأكسرها وأحولها إلى طاقة هي الكاربوهايدريت ومن ضمنها الجلوكوز اللي هو يعتبر مين مونوسكرايد وكل أنسجة الجسم بدون استثناء تستخدم الجلوكوز كسورس أوف انيرجي بما في ذلك الدماغ الدماغ يعتبر هو يعتمد بشكل أساسي على الأكسرا سيليولر جلوكوز هاي أريدك تخلي جواها مليون خط وترشية بإذنك الجلوكوز البرين يعتمد على الأكسرا سيليولر جلوكوز وليس الانترا سيليولر جلوكوز إكسترا سيليولر طبعا راح نشرحها بالإستاذ القادم إن شاء الله أضع نيرجي سوبلاير في حال إذا قلت مستوات الجلوكوز شوني ممكن يصير؟ أكيد 100% يصير عندي إمبير بالسربرال فونكشن وبعد ذلك ممكن يسبب لي الربيرسابول بالنيورونال دميج وإلى آخرية يعني بين قوسين المخ يبلش أنه يفقد مظيفته بعد ذلك ممكن يسبب لي أضرار طبعا هاي الأضرار هي الربيرسابول هاي الأضرار هي الربيرسابول الموضوع الثاني والمهم why brain is highly dependent on الجلوكوز هل الدماغ إلا إمكانية أنه يقوم بتصنيع الجلوكوز لا هل الدماغ إلا إمكانية أنه يصنع أو يخزن يقوم بخزن significant amount كميات كبيرة من الجلوكوز 100% لا هل الدماغ يسوي metabolized substance other than glucose and ketones نيقدر الدماغ يجيب مواد ثانية غير الجلوكوز والketones ويصنعها ويأخذ منها طاقة يسوي لها استقلاب ويأخذ منها طاقة الجواب لا بس خلي في بالك under physiological conditions ketones are of little importance as an energy source يقول لك تحت الظروف الصحية الطبيعية الدماغ ما يأتي من غير بس على الجلوكوز وال وال والكيتونات تمام أما بالنسبة ل ketones اللي هي تنتج نتيجة لتفكك الدهون الهدور محدد في توفير الطاقة أوصة source of energy للدماغ هل الدماغ الى امكانية انه يسوي extraction من الغلوكوز من الاكسترا cellular fluid at low concentration هاي كلش مهمة جدا 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 مهمة يقول انه الدماغ لا يحتاج الى الانسولين because entry into brain يعني glucoz entry into brain cells is not facilitated by insulin طبعا شنو شغض الانسولين الانسولين يجي يلزم جزيئة glucoz ويدخلها داخل الخلية يقول لها يابا اذهبي انتي وربك فقاتلا بعد الجسم هو اذا هنانا حرقها طاقة كان بها ما حرقها طاقة راح نعرف بالإصلادات القادمة excess amount of glucoz وين يصف بها الدهار وين تروح فكلامنا هنانا انه الدماغ ما يحتاج الانسولين حتى ياخذ ال glucoz من الدم ويلى داخل خلاياه فالدماغ يستخدم ال glucoz اللي موجود في الدمرة الدموية بشكل مستقل دون الحاجة الى واسطة اللي هي الانسولين فلذلك هودة تشوف يعتمد على السكري يعتمد على ال glucoz بصورة اساسية نجي ندخل في موضوع ثاني كلش مهم هذا اللي glucoz اللي موجود في الجسم غير المفروض اكو فات شي يسوي له هيموستيس ينظمه من اللي ينظمه خلي في بالك نقطة الاساسية اكو عندي hormonal regulation او hormonal control وكو عندي enzymatic regulation طبعا هاي ما مذكورة بهذه التقسيمات بس بالاسلادات القادمة اللي استنتجت هو نقسمها تقسيم ضمني بهذه الطريقة حاجة على الهرمونات بعد ذلك متكلم على الانزيمات فاللي نظم عمل اللي glucoz في الجسم hormonal control hormonal regulation و enzymatic regulation بالنسبة للهرمونا regulation عندي اربع اهم هرمونات الهرمون الهول هو الانسولين اما الهرمون الثاني هو الانسولين عكس الانسولين تماما اما الهرمون الثالث هو السوماتوستاتين اما النقطة الاربعة other hormones رح ناخذها في الازلادات القادمة اريدك تتخيل لشكل الليبر تخيل شكله تخيل شكل الليبر ان هو بيه ثلاث خلايا طبعا الليبر بجزيرات تسمى باللنجرهانز جزيرات لنجرهانز بيه خلايا بيتا وخلايا الفا وخلايا دي يعني بتاسيل الفاسيل ديسيل البتاسيل شغلها الاساسي افراز الانسولين اما الالفاسيل شغلها الاساسي افراز الكلوكاغون اما الديسيل فشغلها الاساسي هو افراز هرمون يسمى بال سوماتوستاتين هيا خليها ثلاث تراجي خليها بإذنك ألفا سيل بيتا سيل دي سيل دعنا خلي نسويها بشكل قصة نفقنا في السلايد السابق إنه الإنسولين يفرز من خلايا بيتا إذا كان البلازما جلوكوز عالي أكثر من 5 ملي مول بير ليتر فأكتنج باي ذا جلوكوزي ترانسبورتر 2 سمونا جلوتي 2 يعني عندما تكون نسبة الجلوكوز في الدم أعلى من 5 ملي مول بير ليتر يعمل هرمون الإنسولين عبرة لجلوتي 2 فراح يتحرر البيتا سيل الإنسولين من البيتا سيل اللي هي المفروزة على فراز الإنسولين البيتا سيل شا تسوي بروديوسو برو إنسولين هو عبارة عن 51 أمينو أسد بولي ببتايد إنسولين مربوط ببتايد تمام؟ ويمطيني سيبيبتايد يعني هذا البرو إنسولين بعد ما يجي يتكسر يمطيني طبعا شون يتكسر عن طريقه برو هرمون يمطيني إنسولين و سيبيبتايد على ماذا يدل وجود السيبيبتايد في الجسم؟ وجودها في الجسم يدل على وجود الإندوجينوس إنسولين إذا ما عندي آني سيبيبتايد يعني معناته ما عندي إندوجينوس إنسولين بعد ذلك السيري ترانسپورت ما تحتاجه إنسولين وإلى آخره تم العملية مثل ما موضحها يعني بواصل التقليل التركيزي لجلوكوز داخل الخلية يعمل الإنسولين بشكل غير مباشر على تعزيز انتشار الجلوكوز بطريقة الهرمون الثاني اللي هو الغلوكاجون الغلوكاجون عكسل إنسولين من ين يفرز؟ يفرز من الألفا سيل الغلوكاجون سيكريشن استيميليت باي هايبوغلايسيميا يعني شنو؟ يعني آني الجسم ما بيهجلوكوز فصار عندي هايبوغلايسيميا يعني هايبوغلايسيميا يعني الخفاف في مستويات الغلوكوز فرح تيجي إعاز للجزيرات الإنقرهانز الفاسيل قلها يابا بلا زحماليج آني أريد من عندك تصنعين لغلوكاجون اللي غلوكاجون شي سوي رح يصاعد من مستويات السكر في الجسم قد يسأل سائل اللي غلوكاجون منين يجيب السكر؟ ما هي مصادر السكر؟ يعني منين؟ اللي غلوكاجون إنهانس لعمليتين أساسية اللي هي إجلايكو جينو لايسيز أو لسيز وإجلوكونيو جينيسيز إجلايكو جينو لايسيز أو لسيز إجلايكوجين إجلايكوجين ولايسيز لايسيز تحلل وغلايكوجين يعني عملية تحلل وغلايكوجين وتحويله إلى جلوكوز حتى أزيد من مستويات السكر في الدم أما جلوكونيوجينيسيز عملية تخليق جينيسيز يعني تخليق جلوكوز وجينيسيز يعني تخليق الجلوكوز منين يخلق الجلوكوز يخلقها من مصادر غير سكرية يعني غير كاربوهايدراتية قد تكون أحماض أمينية قد تكون جليسيرول وإلى آخره حتى أزيد من مستويات السكر في الجسم الهرمون الثالث هو السوماتوستاتين منين يفرز السوماتوستاتين يفرز من خلايا الديسيل السوماتوستاتين ينهبت إنسولين and growth hormone release يعني إذا أجاني السؤال قال لي سوماتوستاتين هذا بيزك رول أو إلى رول أساسي في تنظيم مستوى السكر في الدم أقول ليس صحيح كلامك مضبوط إذا أجاني السؤال قال لي سوماتوستاتين ينهبت growth hormone release أقول لي true النقطة الرابعة لأذر هرمونز اللي هي اللي يسموها الكاونتر ريجوليتاري هرمونز يعني معناته مجموعة من الهرمونات إلها تأثير مضاد لتأثير الإنسولين يعني شنو معناته هل قصدك دكتور إنه هاي الهرمونات تزيد البلد وغلوكوز الجواب إيه اللي هي الغروث هرمون الغلوكو كورتيكويد والأدرينالين أو الإبنيفرين والغلوكاجون اللي أخذنا تمام وين ممكن أشوفها؟ طبعا هاي الهرمونات الأربعة الكاونتر ريجوليتاري هرمون ممكن تصير أندر سترس أو ممكن أشوفها البيشينت اللي عندهم أكروميغالي زيادة في إفراز جروث هرمون أو الكوشنج سندرون زيادة في إفراز جلوكو كورتيكويد أو الفيوكروما سايتوما إكسس بروديكشن أوف أدرينالين زيادة في إفراز الأدرينالين تعالوا خلنتكلم على عضو جدا مهم اللي تنبي كل هاي العمليات اللي صالفتلك إياها هو الليفر It is important in storage of glucose نقطة محد يختلف عليها وين تروح الإكسسي الغلوكوز وين يروح in the body يخزن وين يخزن يخزن أز بشكل جلايكوجين وين بالليفر والمسلز بعد ذلك ممكن أنه يتحول إلى فات إذن خزن الغلوكوز بالليفر بشكل جلايكوجين وين أستفاد من يمه أستفاد من يمه في عمليتين مهمة اللي ذكرناها اللي هي جلايكوجينو لسز وغلوكونيو جينيسز تمام الهيباتيك أبتيك الهيباتيك أبتيك أو الأبتبوت كي ديصير لها كونترول بواسطة مجموعة من الأنزيمات بالهيباتيك في خلايا الكبد جلوكوز فوسفوريليشن is promoted باي جلوكوز كاينيز شوف الجلوكوز كاينيز مرات يعبرون عنا بالجلوكاينيز الجلوكاينيز أو الجي كاينيز هاي الجي وينها هاي الجي كاينيز يقول في الخلايا الكبد يتم تفعيل جلوكوز يعني تحويض الجلوكوز إلى جلوكوز سيكس فوسفيد بواسطة أنزيم يسمى بالجلوكوكاينيز أو جي كاينيز ألوار عفنية than hexokinase بالإxtrahepatic tissue that is why little glucose is taken up by the liver at normal blood concentration بالمقارنة with more effective extraction by other tissue the activity of G-kinase is increased by hyperglycemia and the liver removes the glucose from the portal بين يعني من يكون مستوى الجلوكوز في الدم منخفض نسبيا يكون تفاعل أو activity للغلوكوكاينيز في الكبد ضعيف وبالتالي الكبد لا يأخذ الكميات الكبيرة من الجلوكوز من الدم ولكن إذا ارتفع مستوى الجلوكوز في الدم صعد عند السكر رح يزيد النشاط الجلوكاينيز في الكبد فبالنتيجة هذا الشيء وهذا الكلام اللي ذكرته يخلي الكبد عند الإمكانية والقدرة على إزالة الجلوكوز من الدم عبر البورتال فين حتى يحافظ على توازن مستوى الجلوكوز بالجسم زي أفتر أبتيك أنت فسفول ريشن إكسس الماوت بالجلوكوز وين يروح رح يخزن بالليبر يخزن بالليبر بشكل إقلايكوجين وذكرنا إنه الإقلايكوجين بعد ما يخزن بالليبر ممكن إنه يتحول إلى الغلافات ويخزن بالأديبوس تيشو شرحنا الجلوكونيوجينيسيز قلنا هي عملية تخليق الجلوكوز من مصادر غير سكرية أو غير كاربوهايدراتية وذكرنا إنه شنو هي المصادر الغير كاربوهايدراتية اللي هي الاكتايت والإجليسيرول والأمين وأسيد وأهمها واللي هي الألانين طبعا الليفر يحتوي على أنزيم يسمى بالجلوكوز 6 فوسفاتيز هذا الجلوكوز 6 فوسفاتيز هو يسوي هيدروليسيز يحلل الجلوكوز 6 فوسفيت اللي إجاني من عملية يعني derived from glycogenolysis و gluconeogenesis بالنتيجة رح يطيني الجلوكوز حتى أحافظ على مستويات الاكسترا الجلوكوز level عملية الهيباتيك عملية الهيباتيك glycogenolysis التم أو تحفز بواسطة الجلوكوز هرمون نتيجة لانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم إلى الصوم يعني الفترة اللي احنا من نتناول بها الطعام تقوم أنسجة الدهن adipose tissue release fatty acid بإطلاق الأحماض الدهنية نتيجة الانخفاض إفراز الإنسولين بعد ذلك الكبد رح يحول هذه ال fatty acid إلى ketones والketones هنا ممكن أنه أيضا بعض الأحماض الأمينية تحول إلى كيتونات وممكن تكون هي كمصدر للطاقة من قبل الأنسج الأخرى بما في ذلك الbrain هاي هنا في حال إذا كانت مستوى الغلوكوز في الدم منخفضة تماما طبعا شنو هي الأذر organs اللي ممكن يسوي regulations للغلوكوز طبعا الغلوكو نيوجينيس ممكن ال renal cortex تحول الغلوكوز 6-phosphate إلى الغلوكوز بعد ذلك ممكن أستخدم مآس source of energy والغلوكو نيوجينيس capacity of the kidney is important in hydrogen ion hemostasis and during prolonged fasting خلي في بالك ملاحظة كلش مهمة الكدني الهارول في إفراز الغلوكوز لكن هل الكدني إذا فقدت إمكانيتها على ال converting of glucose 6-phosphate إلى glucoز رح 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 يصير عندي مشكلة بالجسم يقول الجواب إلى حد ما نو يعني ما لهذاك التأثير على مستويات الجلوكوز لكن هي تحافظ وحدة من وضائف الكدني الحفاظ على مستويات السكر في الدم أذر تيشو اللي هي المسل هي تعتبر كمغزن للجلايكوجين لكن cannot release glucoز from cells ليش لأنه لا تحتوي عن الجلوكوز 6-phosphate يعني المسل ما بها الهرمون أو أنزيم sorry الجلوكوز 6-phosphate حتى يحول الجلوكوز 6-phosphate إلى جلوكوز ويمطيني طاقة فخلي في بالك ملاحظة كلش مهمة glycوجين in this tissue will not play any important role ما لأي دور أساسي في الحفاظ على مستوى الجلوكوز في الدم لين نخلص الجزء الأول أخذنا بيفة basic information عرفنا شنو هي الهرمون الregulation شنو هي الكاونتر الregulatory hormones شرحنا أساسيات الليبر وقلنا إنه أهم إنزيم عندي هو glukose 6-phosphatase يحول glukose 6-phosphate لglukose اللي أنا راح أستغله وأستخدمه as a source of energy وش راح نتفاصيل كلش مهمة أعتقد كانت واضحة بالنسبة لكم إلى حد هنا راح راح نتكلم في البارت الثاني عن موضوع جدا مهم وأساسي وحيوي في محاضرة للي هذا اليوم عنوان الكيتوسيز ما المقصود بالكيتوسيز كيتوسيز سامع بالطاقة البديلة تعال خلي شوف تعال شوف راح لاخصتك هذا السلايد بعبارات مهمة جدا وأساسية اكتبه حتى ما تنساه الكيتوسيز هي حالة تصير بالجسم تصير من الصر عندي زيادة في مستويات الكيتونات في الدم من الزيد مستويات الكيتونات في الدم يصير عندي كيتوسيز الكيتونات هي عبارة عن مركبات تنتج عندما يتم تحويل الدهون إلى طاقة تصير حالة الكيتوسيز يعني هو كاتب لك هنا يعني شو وقت تصير حالة الكيتوسيز من تكون مستويات الكلوكوس في الدم منخفضة يعني أثناء الصوم أو ما عندي كاربوهايدريت بسبب النظام الغذائي اللي أنا ده أتبع فهنا أنا رح تكون الكيتوسيز أساسي من آلية الجسم الطبيعية لضمان توفير مصدر بديل للطاقة عندما لا يكون اللوكوز متاح بكميات كافية أشوف هنا من دورing بريلون فستن ستاريوش مجاعة إغزوجينيس اللوكوز إزوجينيس إزوجينيس اللوكوز إزوجينيس اللوكوز إزوجينيس اللوكوز تعرف تعرف على أنه عملية تحليل الدهون المخزونة في خلايا في الأنسجة الدهنية الـ أديبوستيشيو تحول إلى أحماض أمينية فاتي أسد بس من نوع النون إستريفائد فاتي أسد نون إستريفائد فاتي أسد آن Moto until يعني لحيبوستيز ينطيني نون إستريفائد فاتي أسد بلص سوري آآ البيبوستي رول النون إستريفائد فاتي أسد واللي جليسيرول يترانسبورت يتم نقلهم آآ للليبر لبلازما يعني نواتج النواتج الليبوليسيز اللي هي الـ Non-Esterified Fatty Acids وغليسيرول رح يتم نقلها إلى الكبد عن طريق البلد بعد ذلك معظم هذه الأحماض الأمينية المرتبطة بالبروتين مرتبطة بالبروتين بينما يدخل بالهيباتيك جلوكونيوجينيك طبعا هاي كلها مسارات معقدة في الكبد اللي هي تشمل triose phosphate stage يسموها مرحلة الثلاثة الفوسفات the synthesized glucose can be released بعد ذلك تم عملية تخليق الـ Glucose من هذه الخلايا ويمطيني lead to minimize the in-glucose concentrations طبعا هاي بعد ذلك النتيجة النهائية هي عملية تكوين الـ Glucose حتى عوض نقصان الغلوكوز في الجسم زياد هذا السلايد معقد رح حاول أبسط الكياه قدر الإمكان أحتاج من عندك تركز ويايا هذا الموضوع هذا السلايد بالتحديد يشرح كيفية أغلب الأنسجة most tissue other than brain يتحدث عن موضوع شلون ممكن أنه نصنع الطاقة بعملية oxidation يعني يقول أنه أغلب الأنسجة other than brain can oxidize fatty acid وتحويل إلى acetyl-co-A اللي هو which can then be used in tric tricarboxylic acid cycle أو بما يسمى bcribs cycle as an energy source when the rate of synthesis when the rate of synthesis of acetyl-co-line exceed its used وإلى آخره يقول من يزيد معدل تصنيع ال-acetyl-co-A وأكو عندي فائض من عنده رح يبدأ الكبد أنه هو produce حمض الأسيتو acetic acid حمض الأسيتو acetic acid بعملية by condensation يجمع two molecules جزئتين من الأسيتيل co-A أو co-A الأسيتو acetic acid can be produced to beta hydroxy puteric acid and decarboxylated to aceton يتحول حمض الأسيتو acetic acid إلى beta hydroxy puteric سويها بشكل مخطط سويها بشكل مخطط من يصير عندي زيادة في إفراز الأسيتيل co-A عندي فائض من يمه liver start الكبد رح يبلش أنه هو خلني نرسمها هنا شباب هذا هو liver نانا عندي زيادة في تصنيع الأسيتيل co-A عندي فائض منه الكبد رح ينتج حامض هذا الحامض اسمه aceto acetic acid aceto acetic acid الأسيتو acetic acid الشون رح يجيني رح يجيني عن طريق two molecules of acetyl co-A بعد ذلك الأسيتو acetic acid رح يتحول إلى beta hydroxybutyric acid beta hydroxybutyric acid بعد ذلك أوخر ذرة carbon decarboxylated أوخر ذرة carbon يصير عندي decarboxylated إزالة جزء carbon رح يتكون عندي الأسيتون رح يتكون عندي ما يعرف بالأسيتون وإلى آخر هذه الكيتونات these ketones ممكن تستخدم as a source of energy by brain and other tissue when glucose is relatively short appropriately or relatively short supply يعني يصير عندي خفاض مفاجئ في مستويات الجلوكوز أو مجهز الجلوكوز مستويات الجلوكوز في الدم تكون منخفض نسبيا هذا ملخص الكلام الذي ذكرنا during fasting fat source are the main energy source of and ketosis أكر شرحنا عملية الكيتوز طبعا المايرد كيتوز يصير وراء 12 ساعة من الفاستين وشرحنا التفاصيل الثانية والميكانزم اللي تصير في هذه العملية اللي هي الكيتوز ندخل في موضوع اللي هو pathological lectic acidosis رح تكفد معلومة خليها ترشية بإذنك أنا عندي acidosis وعندي alkalosis بالacidosis يصير عندي الpatient يصب كومة يصب يصب عنده غماء بالالكالosis الpatient يصب عنده convulsion قد ليش شوف حركة العضلات تفرز لللكتك acids acids فالpatient إذا عنده acidosis يعني عنده excess amount of acids فأني حتى أقلل من إفراز الاسids الpatient رح يطب بcompensatory mechanism رح يطب في كومة فرح يكون at rest يعني ماكو أي حركة في الجسم فالعضلات ما رح تفرز لللكتك acid بينما إذا عندي الكالوسيز زيادة في الالكالاية فالجسم رح يصير as a compensatory mechanism convulsion تقلصات وحركات عشوائية حتى المسل تفرز اللكتك acid أو ممكن إنه تعادل الالكالوسيز تقلل من الالكالوسيز سبيريتي والآخري اللكتك acids اللي هو اللكتك acid اللي هو الحاموض اللبني يتم إنتاج عن طريق عملية تسمى بالفراغ anaerobic glyco lysis يسموها التحلل اللبني اللاهوائي إش وقت من يصير عندي may either be oxidized to CO2 and water in tricarboxylic acid cycle يكون طبعا ممكن يتحول الحاموض اللبني الاثنوكسيلك كربون مثل ما ذكرتلكم CO2 وأكيد موي H2O في tricarboxylic acid cycle عن طريق الأيد الإيروبي مريد ندخل في تفاصيل أو الاثنوكسيكي أو الاثنوكسيكي تفاصيل تفاصيل الاثنوكسيكي الاثنوكسيكي may occur بإيقر 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 رسم الحاموض اللبني لابن استهلاكه بإيقر حلوكسيكي أو الهايبوكسية طبعا الهايبوكسية يقصد بها النقص في الأكسجين أو انخفاض الحاد في مستوى الأكسجين بالأنسجة والأعضاء تمام الترايكاربوكسيلك أسيد سايكل cannot function anaerobically so oxidation of pyrovate and lactic to CO2 and water is impaired أكون عندي مشكلة بالترايكاربوكسيلك الهايبوكسيلك أسيد سايكل والهيباتيك والرينالغلوكونيوجينيسيز from lactate cannot occur anaerobically والأناerobic glycolysis is stimulated because the falling ATP level cannot be regenerated by the ترايكاربوكسيلك أسيد سايكل under anaerobic conditions بمعنى يعني يقول لك أنه الملخص هذا السلايد الترايكاربوكسيلك أسيد سايكل ما تقدر تم هاي العملية أو لأنه خصوصا في حالات النقص الأوكسيجين وعملية تكوين الجلوكوز من الكبد والكلة من اللاكتيت لا يمكن أن تحدث عالية عالية في ظل عدم وجود الأوكسيجين بالهايبوكسية أو ظروف يسموها بالعربي إذا تجي ترجمها يسموها ظروف الإجهاد الهوائي anaerobicلي والنقطة الثالثة الأوكسيجين هي أورادي سيلحاستيملات بسبب المصطوية الثالثة بسبب المصطوية الثالثة 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 أدنى السيني triphosphate وبالنتيجة كانت regenerated بي تري كاربوكسيلك أسيد سيقل أدنى وسيقل الثالثة السيد بالموطاء ممكانة غلوكونيوasing 시ving أدنى وسيقل الأنمرة من من و seres الثالثة الم Latin الأضق دية الثالثة من الموقعة الأضر لتما أعتقد هذا الاسلايت واضح بالنسبة لك رح ندخل في الجزء الثالث من محاضرتنا لهذا اليوم وهو الجزء الأخير اللي هو الديم نحن بالجزء الأول أخذنا بيزك بعد ذلك أخذنا كيتوسيز يعني بين قوسين حتى تكون الصورة واضحة يمك أخذنا بيزك واخذنا من ما عندي سكر شي صير يعني من ما عندي غلوكوز شي صير هس رح نأخذ البارت الثالث من عنده غلوكوز عالي شي صير من ما عندي غلوكوز دخلنا في موضوع الكيتوسيز وقلنا أنه رح نأخذ مصادر ثانية نستخدمها كمصادر للطاقة بديل على غلوكوز على اعتبار غلوكوز ما عندي بالنتيجة هي رح تنطين غلوكوز أما في الجزء الثالث رح تكلم إذا عندي فائضة من الغلوكوز بحالة مرضية تسمى بالهايباريغلايسيميا الهايباريغلايسيميا الهايباريغلايسيميا يصير لعدة أسباب من ضمنها استخدام أو مستحضرات وريدية هي تحتوي على غلوكوز ممكن ممكن سترس تراوما ميوكارديل انفاركشن اختشاء في عضلة القلب سربرو باسكولر اكسيدنت ممكن انه الديم طبعا الديم يعتبر هو ميتابوليك ديسوردر ديام 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 موسيقى بيام الديم غلوكوز بالجسم سوري إنسولين بالجسم relative يعني عندي بس insufficient غير كافي إنه يؤدي الوظيفة المعتادين عليها It has been defined by WHO on the basis of laboratory findings الفاستينج يقول لك أنا يعرف السكر اعتمادا على ال-WHO اعتمادا على تقارير المختبر اللي تقول الفاستينج بلازمة جلوكوز سبعة مليمول بير ليتر أور مور الراندم بلازمة جلوكوز دعش بوينت واحد أور مور سمتايمز عندي تحليل اسمه ال-OGTT أورو الجلوكوز طوليرانس تيست ممكن إنه نستخدمه to establish the diagnosis يعني حتى أتأكد مية بالمية هذا الشخص مصاب بالسكري يصنف ال-DM إلى عدة أقسام النوع الأول والنوع الثاني وال-Gestational DM اللي هو سكر الحمل تتذكرون شباب البتاسير اللي سولفنا عنهم بالجزء الأول صارت بيها مشكلة ما نتفرز لك كميات كافية من الإنسولين فسببت لي بما يعرف بال-Type 1 Type 1 هو Insulin Dependent يعني هذا يعتمد بشكل أساسي على الإنسولين سببا Distraction تحطم بالبتاسير of pancreatic eyelids فبالنتيجة هذا التحطم ما عندي إنسولين يسمى Absolute Deficient of Insulin طبعا ممكن يصير بال-Childhood وال-Adolescence علاجة Type 1 Insulin أكو عندي بي سبتايب هو Autoimmune Disease أو Idiopathic DM يعني Idiopathic مجهول السبب وذرس آرصو لادا اللي هي Latent Autoimmune DM of Adult اللي هي ممكن يسبيها Slow Onset Type 1 DM النوع الثاني يسمى Insulin Independent هذا ما يعتمد على الإنسولين بشكل أساسي في علاجه طبعا هذا Relative Insulin Deficiency عندي إنسولين لكن بكميات غير كافية على أداء وظيفته ممكن يحتاج الإنسولين كعلاج وممكن هذا عادة المصابين بال-Type 2 يحتاجون الأورال Anti-Hyperglycemic Medications طبعا ال-Onset ممكن يكون During Adult وذرس familial tendency and associated with Opacity عادة ما يكون Associated with Opacity اللي هي السم Other types of DM طبعا عندي المودي اللي هو الماتوريتي Onset DM of the young Moodie 1, 2, 3 Moodie 1, Maturation of Hepatocyte Nuclear Factor Gene Moodie 2, Mutation of Glucinase Gene المفروض عرفناه بالجزء الأول والمودي 3 هو Mutation بالHepatocyte Nuclear Factor 1A Gene أكو مسببات لل-DM نعم اللي هي Insulin Deficiency بسبب البنكرياتيك ديزيز كرونيك بنكريتايتس مشاكل متعلقة في البنكرياس بنكريتايتومي الهيوموكروماتوسيز السيستيك فبروسيز وإلى آخر أكو عندي Endocrinopathies تذكرون الكاونتر регوليتري هورمونس اللي هي جنة القروث هورمون كورتيزول والغلوكاقون بالإضافة لذلك بعد عندي واحد تذكرون Relative Insulin Deficiency لأنه صار عندي Excessive Amount of Growth Hormone بسبب الحالة المرضية اللي تحدثنا عنها الgrowth هورمون الأكروميقاليسوري الفيوكروماسايتومة أدرينالين والكوشنج سندرام ممكن أدوية الثيازات داروتكس ممكن ترفع مستويات السكر الإنترفيرون ألفا الغلوكو كورتيكويد الإنفكشنز سبسيسيميا كونجينتال ديزيز البيلة الكونجينتال الروبيلة والساتو ميغالو فيروس طبعا أكو عندي رير فورم الانسولين في إلاجه الانسولين في إلاجه التايب 2 لا يعتمد الإنسولين يعتمد على الأورال أنتها بجليسيميك ميديكيشن وعادة ما يكون أسوشيات بلدي أسوشيات بلدي عندي جينيتك ديفكت بال بيتا سيل فانكشن مودي 1 مودي 2 مودي 3 المودي عندي مشكلة بال HNF 4A بالمودي 2 بالجلوكينيز والمودي 3 بال HNF 1A جينيتك ديفكت بالإنسولين بسبب أمراض السيل بالبنكرياس والنقطة الرابعة اللي هي أمراض اللي هي كونتر ريجولاتري هرمون اللي هي تزيد من الجلوكوز اللي هي الكوشنج سندرام أكرو ميغالي في أكروما سايتوما وإلى آخره أمراض طبعا أيضا ورير فورم أو فتو إميون ميديا والكلين فلتر والميوتونيك والميوتونيك ديستروفي ندخل بالجستيشنال دي ام اللي هو يسمى بسكر الحمل يقول لك النساء الحوامل معرضات بنسبة كبيرة للأصابة بسكر الحمل من هم النساء المعرضات بنسبة كبيرة للأصابة بسكر الحمل اللي يعني في حملها السابق كانت جابة طفل اسمين عدها فاميلي هستري بالدي ام تاريخ عائلي الإصابة بالسكري ممكن الاثنسيتي أو العرق البلاك الأشخاص ذو البشر السوداء والساوث ايجيان بيبل مكانية حدوث السكري عدهم الجستيشنال دي ام تكون عالية طبعا هذا الكلام ببني على الدراسات سكرينينج بالتحليل at the earliest opportunity and if normal retested at about يعني يقول لك انه ضروري انه تسوي تحاليل واذا كانت normal ارجع عيدها في الاسبوع ما بين الاسبوع 24-28 من الحمل وممكن انه as glucose tolerance progressively deteriorates throughout pregnancy الفاست بلاسمن glucose يكون فوق السبعة والراندم يكون فوق ال- point واحد 6-week postpartum the woman should reclassified with repeat oral glucose tolerance test اذا كانت النتيجة normal فهذا السكري كان سكري الحمل واذا كانت النتيجة غير normal فهذا السكر اللي صار بالحمل يعتبر type 2 احنا ندري نتكلم عن impaired glucose tolerance يقول لك fasting plasma glucose concentration يعني تركيز مستوى الجلوكوز بالبلازمة اثناء الصيام يعني يكون شخص صايم ورح نسوي التحليل جول 7 مليمول تعتبر نسبة طبيعية النقطة الثانية فيما يخص موضوع اختبار الأورو glucose tolerance test تحمل الجلوكوز يسموه طبعا هذا الاختبار يستخدموه حتى يساوون assessment يقيمون كيفية استجابة الجسم وتعاملة للجلوكوز بعد تناول كمية كبيرة من السكر عن طريق الفم بعد اثنين ساعة من تناول الجلوكوز تؤور افتر أن أورو الجلوكوز انتيك إذا كان مستوى الجلوكوز في الدم ما بين سبعة بونت ثمانية ملي مول بير ليتر ودعش فإنه يشير أو يشير إلى انخفاض تحسن السكر في الدم ويعرف هذا يسمى بال امبيرد الجلوكوز طوليرانس بعض المرضى بعض المرضى بعض المرضى اللي هم يعانون من افتراب في تحمل الجلوكوز ممكن يسرعدهم السكر في وقت لاحق طبعا نقطة رقم 4 مهمة بريجنانسي امبيرد جلوكوز طوليرانس is treated as gestational because of the risk of fetus جلوكوز الامبيرد جلوكوز هو نفس الامبيرد جلوكوز طوليرانس لكن ينطيني فاتفكرة عال الميتابوليك ستيج انترميديت ما بين النورمال جلوكوز between نورمال جلوكوز هيموسيسيس and DM يعني باختصار الامبيرد جلوكوز يطيني فاتفكرة الى مرحلة استقرار لجلوكوز بالجسم اللي هي تكون ما بين حالة طبيعية يعني ما بين الحالة الطبيعية وما بين مرحلة الاصابة بالسكري تمام هاي يسموها الامبيرد جلوكوز ما ريد ندخل في تفاصيل هاي النقطة الاساسية احتاج من عندك تعرفها المفروض كل مصطلح تعرف شنو هو الامبيرد جلوكوز توليرانس مثل مشرح تلكية تعرف شنو معناته والامبيرد فاستنج جلوكوز هم لازم تعرف شنو معناته ومطو في موضوع اخر اللي هو الانسولين رزيستنس سندروم or ميتابولين سندروم الجسم يبدي قاوم الانسولين طبعا مقاومة الجسم للانسولين ممكن تكون هي سببها ميتابوليك اوريجن او ممكن يكون سببها اخر اللي هي الوبيسيتي الويست سيركنفرنس اللي هو منطقة الخسر من تكون اكثر من 102 سنتيم الفيميل من تكون اكثر من 80 سنتيم طبعا عوامل الانسولين رزيستنس او الميتابوليك سندروم هي عوامل تزيد من احتمالية الاصابة بامراض كثيرة من ضمنها القلب والاوعية الدموية والسكري طبعا فاستين بلازمي تريغليسير يكون طبعا 1.7 مليمول بير ليدر ارتفاع في مستويات الدهون الثلاثية والفاستين بلازما HDL يسمى بالسكر الحميد الميل جو الواحد والفيميل جو الواحد بوينت ثلاثة انخفاض في مستويات الHDL يعني كل مريض عالي كل ما افضل ضغط البلط برجر الضغط يكون عالي الفاستين بلازما يكون معلق يعني خربطة بالجسم من كل النواحي اكو اسباب ثانية ممكن نسبب الانسولين معروف تكييس المضايب Polycystic Overein Syndrome Fatal Liver وإلى آخري والهايبر يوريسيميا والدنس LDL particles وإلى آخري الهايبر يقليسيميا تعرف على انه مستوى الجلوكوز يكون فوق العشرة مليمور بير ليتر يبل شهنان انه جزيئات الجلوكوز تخرج عن طريق اليورين High Urinary Glucose Concentration Produce Osmotic Diaries and therefore Polyuria طبعا هاي كل ما يزداد مستوى الجلوكوز راح ينطرح عن طريق الإضرار Faser Nd Osmotic Diaries اللي هي Polyuria Patient يقوم يتدرر هواية ممكن يتعرض الـ Dehydration بسبب الـ Hyperglycemia وإلى آخر هي يعني تسبب لفد الكترولات loss يعني عدم توازن في الكترولات الصوديوم والبوتاسيوم وإلى آخر طبعا واحدة من المشاكل الأساسية اللي تصير للبيشنط اللي عنده سكر اللي هي Abnormal in Lipid Metabolism بسبب الـ Insulin Deficiency تصير مشاكل جدا كثيرة أحتاج من عندك تركز على نقطتين أساسية إنه الـ HDL يكون قليل طبعا الـ HDL يسمى بالكوليستيرويد الحميد الـ HDL هو المكنع سمع الـ LDL عن الـ LDL هو الكوليستيرويد الخبيث كل ما زاد تركيزه كل ما موزين فمن اللي يقلل من تركيز الـ LDL الـ HDL طبعا أكو عوامل ثانية فأنا أريد الـ HDL يكون عالي إذا تلاحظون الأوميغا 3 يكتب لك إنه الأوميغا 3 يتزيد من مستويات الـ HDL فالـ HDL كوليستيرويد يكون قليل أنا هذا ما يفيدني أنا أريد يكون عالي بالإضافة لذلك تصير عنده مشاكل بالتريغليسيرايد زين أكيد الـ patient اللي عنده يكون معرض للإصابة بارتفاع مستويات الدهن الثلاثية والكوليستيرول ويقل عندي الـ HDL وأخذنا شنو هي فائلة الـ HDL الـ Long-term effect على المدى البعيد الـ patient معرض للإصابة بـ Common Complications اللي هي الماكرو والمايكرو هذاني مهمات ماكرو مشاكل بالأوعية الدموية المايكرو مشاكل بالشعيرات الدموية والآخري هس رح ناخد تفاصيلهم الماكرو أحسب حسابك يصير بالـ Large Vessel Coronary Artery شوف يقول لك 60% من كيسات الكارديو vascular disease سببها السكري سببها السكري تتخيل الرقم رقم فضيع المايكرو vascular disease اللي هي abnormalities بالـ Blood Vessels اللي هي Diabetic Retinopathy Diabetic Nefropathy و Neurobathy زيني هايا ممكن آني أغير هال microvascular أو أقلل من احتمالية حدوثها 100% خاصة من احتمالي من احتمالي أو من احتمالي ممكن من احتمالي نعم يوريناري ليش مرض السكري من يرتفع عند السكري يصبح عنده جلوكوز يعني الجلوكوز يخرج عن طريق الإدرار الجلوكوز يعتبر جود ميديا لنمو البكتيريا فيكون معرض للإصابة في هذه الحالة لليوريناري تركت انفكشن أكيد معرض للإصابة بالنيوروباتي أخذناها والقنقرين اللي هي الألصر والجوين والسكن والأبسسس وإلى آخرين شون ممكن نسوي منيترين للديم نسوي منيترين للديم جلوكوز يوريا أخذناها أخذنا فاتفكرة عن الجلوكوز يوريا مش وقت يبلش أنه جزئات الجلوكوز تطلع باليورين عادة جزئة الجلوكوز في الحالة الطبيعية سل هري أبزوبشن عادة امتصاص من يكون مستوى الجلوكوز فوق الـ 300 للشخص المصاب بالسكري تصبح الكلة غير قادرة على عادة امتصاص جزئات الجلوكوز فرح تخرج باليورين لذلك الفيشنت ينصح أنه يحافظ على مستويات الجلوكوز الموضوع الثاني اللي هو يسمى بالسكر التراكمي اللي هو السكر التراكمي كنا سامعين به شون فكرته فكرته يقول لك أنه ينطينفت فكرة على مستويات السكر في الأشهر الثلاثة اللي فاتت على اعتبار أنه تزيئة السكر عندها High Affinity أنه ترتبط بالخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم الحمراء عمرها 120 يوم الـ HPA1C ينطيني فكرة عن السكري شلون كان في الأشهر الثلاثة اللي فاتت بور HPA1C 100% معناته الـ patient هو سكري وعنده Glysemic أو Glysemic Control إما مسيطرة على السكر أو عنده سكري الفروكتوز أمين بلازما فروكتوز أمين ممكن ينطيني ممكن أستخدمه ك-assessment للقياس لغلوكوز كنترول over a shorter time course than HPA1C نطيني فاتفكرة على مستوى ارتباط الجلوكوز بالألبومين البلازما هافلايف أو في باوت 20 يوم بطئز في المشكلة بطئز problematic in patient with hypo-alpominemia يعني فات مشكلة تكون عندي الباشنت اللي يصير عنده انخفاض في مستويات الألبومين بالجسم اللي بلاد كيتون اللي هو كيتونات الدم هاي مهمة واحدة من البيشنت يصير عنده ألبومين انيورية مايكرو ألبومين انيورية 30-300 ميليجرام بردي اني تريتد ما أعرج هاي الكيس خلاص البيشنت طب في كيسات أو في مراحل الimpaired renal function فبالنتيجة ممكن يوصل إلى آخر مرحلة اللي هي ESRF and stage renal failure أو disease شون اساوي monitoring اساوي monitoring عن طريق فحص ال urinary keryatinine ratio urinary keryatinine ratio هاي النسب أخذ عليها فكرة هاي بعد تعتمد على أستاذ المادة مالتكم إذا هو يطلبها من عندك أنه أنت تحفظها فتحفظها يطلبها من عندك أنه هي للاطلاع للاطلاع أحتاج بس تقعد يسوي ملخص نفسك شون يسوي monitoring للDM glucose urea blood glucose HPA1C fructose amine blood ketone urinary alpomine determination alpomine keryatinine ratio كتبها هي بورقة ولخصها كالاتي الأكيوت metabolic complication of the M hyboglycemia قلنا أنه ماكن سولين glukose ماكو طب الكيتوسيز صار عندي ketone bodies سموها diabetic keto acidosis هذا الملخص تبعها الملخص الملخص exceed the rate of bicarbonate generation فبالنتيجة ممكن يصير عنده decrease hydrogen ion secretion causes a fall in urinary pH. اطلع على تفاصيلها اهم نقطة اساسية احتاج من عندك تعرفها هي فلسفة ال-diabetic ketoacidosis اللي احنا شرحناها في الجزء الثاني مشكلة الاني عندي مشكلة اهنان اللي غلوكوز مريد يدخل للخلية. نهائيا المريد يدخل للخلية فبالنتي الجسم ما راح يقدر يستغل اللي غلوكوز as a source of energy طبعا شنو هي مشكل الهيبوغلايسيميا طبعا هي الكوما other causes of coma in patient with DM هي cerebrovascular accident والdiabetic patient drug overdose طبعا صار عندها هيبوغلايسيميا وإلى آخره فيما يخص موضوع الكتون أو ال-diabetic ketoacidosis عندي مصطلحين مهمين اللي هو ال-hyper-osmolar non-ketotic coma وال-hyper-osmolar hyper-glycemic state HHS وال-HNOK خلي في بالك إنه الإنسولين is a prison to some degree it suppresses fat breakdown like of ketosis طبعا لو تجي تلاحظ في هذا السلايد إحنا أراضي شرحناه في الجزء الأول الفتسفته الإنسولين الإنسولين ما دي أدي وظيفته لسه إنه دي جيب جزئات ال-glucose ويدخلها داخل الخلية فدي يكون مستوياته كلش عالية يعني ما دي أدي وظيفته فدي يبقى ال-glucose ما دي يتخذ الخلية ف-hyper-glycemia صعد مستوى السكر glucosinuria صار عند ال-patient polyuria fluid depletion dehydration hyper-natremia وإلى آخره بسبب ال-water loss طبعا ال-hyper-natremia كمان بال-keto-acidosis شون الإنفستيكيشنز يعني شون النقاط الأساسية أو التحاليل اللي أنا أسويها لل-suspected DM fasting والراندم والHBA1C الفاستين والراندم والHBA1C الفاستين والراندم والHBA1C زي هذا كل كلام معاد شونه هي العوامل يتأثر على oral glucose tolerance test طبعا ال- diet الشوكة آني سويت التحليل time of day وممكن إذا كان ال-patient استخدم steroid أو oral contraceptive أو thiazide أو glucose tolerance لأنه ممكن تأثر على glucose tolerance لأنه هاي الأدوية ذكرنا هي الزيد من مستويات الغلوكوز بالدم هذا يمطيني فتفكرة على الفينوس بلازمة كابلري والفينوس هولو بلود هنا ال-HBA1C إذا كان فوق 6.5% فال-patient هذا DM جوه 6.5% هذا ال-patient بال-Safe-Side وما عنده DM بالنسبة لل-hypoglycemia شرحنا إحنا فكرتها ال-hypoglycemia من يكون مستوى لغلوكوز منخفض جوه ال-2.5 مليمور بير ليتر sometimes sweating تعرق تكيكاردية agitation faintness دوخة تعاب ممكن تطور إلى الكومة الإغماء اللي يسبب لي permanent cerebral damage هذا damage irreversible وممكن ال-patient حتى يوصل لمرحلة يصير عنده death طبعا ال-hypoglycemia تقسم إلى ثلاثة أقسام عندي ال-hypo insulinemia و-hyper insulinemia hypoglycemia و-reactive functional hypoglycemia أحفظ أنواع ال-hypoglycemia كل نوع أحفظ على disease الأمراض اللي تسبب ال-hypo insulinemia hypoglycemia hypo يعني واطي سبب non pancreatic tumors يعني سبب ما لعلاقة بال-tumors تمام الميكانيز ما هذا النوع ما واضح إلى الآن ال-endocrine causes hypo glycemia may occur in hyperthyroidism pituitary adrenal insufficiency يعني سببا ما لدخل في alpha cell أو peta cell يسمى يسمى بال-none pancreatic tumors l-impaired بال-liver function ممكن brinal failure السبب لي hypoglycemia النوع الآخر hyper insulinemia hypoglycemia يعني معناته عندك insulin كل شي هواية يعني خلي تخيل نفسي أنا عندي سكر وضربت جرعة insulin بس ما تغديت فهنان ما راح يصير عندي hypoglycemia نعم راح يصير يسمون hypoglycemia in dm patient بسبب accidental insulin overdose فبالنتيجة ما أكلت كمية كافية يعني السكر الإنسولين اللي أخدت اللي يتعامل ويا هاي الوجبة أنا ما أكلت وجبة فصار عندي انخفاض في مستويات السكر hyper insulinemia يسمى بال-hypoglycemia سبب exogenous insulin سبب exogenous insulin أو أدوية تسبب هايبoglycemia قد تكون هي أدوية السلفون يوريا مثال عليها يلمي برايد وجماعتها طبعا أنا ندي يتكلم عن multiple tumors ممكن أنه تلعب دور في multiple endocrine neoplasia نتيجة الاستجابة الإنسولين insulin antibody can form فالإنسولين antibody form despite the patient never having been exposed to exogenous insulin autoimmune insulin syndrome فممكن هنا بعد ذلك may cause hypoglycemia والآخرة طلي على تفاصيل هذا السلايد أريدك تعرف شين هو reactive functional hypoglycemia في آخر سلايد في محاضرتنا لهذا اليوم بعض المرضى سير عندهم symptomatic hypoglycemia وراء ساعة إلى أربع ساعات من الوجبة هذا reactive functional hypoglycemia خصوصا لل following gastrectomy اللي يسمون عملية قص المعدة الاعتبار أنه الطعام rapid pass or passage of glucose into the intestine في رابد absorption في stimulate excessive insulin secretion أو دول الكحول induce hypoglycemia الhypoglycemia attack ممكن تصير من خلال ساعة إلى عشر ساعات من تناول الكحول والhypoglycemia is probably caused by suppression of glucone genesis during the metabolism of الكحول أعتقد هذه النقطة واضحة بالنسبة لك إلى هنا خلصنا محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي عنوانها carbohydrate metabolism أتمنى أكون قد وفقت في شرح هذه المحاضرة لكم حبايب أحتاج من عندك قسم المحاضرة إلى ثلاث أقسام حاول تبسطها حاول تلخصها خلال ساعة وعشر دقائق المفروض بعد ما تسمع هذه المحاضرة تكون منزمة carbohydrate metabolism بالنسبة إليك سهلة أي شي تحتاج السؤال السفسار نقطة مواضحة مراجعة تقدر تتواصل وياي on daily basis في أي وقت أتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق وأنتظركم في المحاضرة القادمة إن شاء الله شكرا شكرا